البيانات أيضا المتوفرة لدى الجهاز بيّنت أنه من بعد عشرين أيضا مستوى الإنجاب انخفض إلى 2.8 في 21 ثم إلى 2.76 في 22 معنى كده أنه الانخفاض في مستوى الإنجاب مستمر والأمل أن هذا التوجه يبقى مستدام بحيث أن ننجح في هذه العمليات المحافظات بتختلف حسب مستوى الإنجاب زي ما قلنا أحسن محافظة في مستوى الإنجاب يا بورسعيد لو بصينا للمنوفية هنلاقي المنوفية كانت 3.5 انخفضت إلى 2.6 فده انخفاض ملموس حوالي طفل تقريبا في الأسرة بدل ما كانوا بيخلفوا 3 أطفال ونص لكل سيدة أصبح 2.5 دلوقتي قرب طفل انخفاض طب ليه إحنا ما انخفضناش بشكل أكبر لأنه ما زال عندنا بعض المحافظات اللي مستوى الإنجاب فيها مرتفع زي محافظات وجه إبلي عموما هناخد أسيوت سوهاج المينيا هلاقي مثلا أنه في أسيوت 3.8 انخفضت صحيح بدل ما كانت 4.2 بقتت 3.8 لكن ما زالت محافظات الصعيد أعلى في مستويات الإنجاب عن بج بحري وعن المحافظات الحضرية الأحصائيات يا فندم أنه الدولة تبتدي تكثف من الوجود في هذه المحافظات لا ويبقى فيه خطط سكانية تتناسب مع الوضع السكاني لكل محافظة يعني احنا بنحط استراتيجية شاملة للجمهورية لكن عندما يتم تنفذها هذه الخطط يجب أن تطوع للوضع السكاني في كل محافظة وبالتالي أنا ما قدرش أتعامل مع بور سعيد زي ما بتعامل مع أسيوت الخطة السكانية لها تختلف بحسب الوضع السكاني وهكذا فإحنا عندنا تباين كبير في مستوى الإنجاب في المحافظات وبالتالي يجب أيضا أن تختلف مستويات التعامل مع الوضع السكاني طيب أنا عايزة أسأل حريك سؤال الطفل الأول أو ثقافة الطفل الأول في كل أسرة هل النهاردة لسه ثقافة أنه أول ما تجوز أخلف على طول موجودة ولا لا يعني اتأخرت شوية الفرق ما بين الطفل الأول والتاني كمان بقيت قدي هل أنا الطفل الأول جيت واجيب التاني على طول الثقافة دي بقيت عاملة إزاي دلوقتي بص حدرتك في مسحة الصحة للأسرة المصرية احنا خدنا عينا من الشباب وسألناهم بعض الأسئلة عشان نبين اتجاهات الشباب كمان لأنه دي الأهم دولا من اللي حيبقوا هم اللي بيكونوا الأسر وبالتالي هم اللي حيحددوا مستوى الإنجاب كان أحد الأسئلة اللي احنا سألناهم هل هم يعني يرغبوا في ممارسة تنظيم الأسرة قبل الطفل الأول يعني معناه يأخروا الطفل الأول أو لا لسه لا المجتمع ما تغيرش من هذه الزاوية 18% فقط هم اللي قالوا أنهم عندهم استعداد فمعنى كده أنه هذه النسبة قليلة احنا لازم نشتغل على يعني توسيع الفترة أو إطالة الفترة بين الزواج ومن بين إنجاب الطفل الأول أولا لأنه أضمن أنه الأسرة دي مستقرة أضمن أنه خلاص حياتهم ترتبت مع بعضها وبالتالي عندما يأتي الطفل الأول يكون الأسرة مهيئة لتوفير الرعاية لها ده الهدف من هو الحفاظ على كيان الأسرة الحفاظ على كيان الأسرة بسه النقطة التانية المهم جدا أنه سألنا الشباب طبعا متوسط عدد الأطفال اللي هم يجيبوا قد ديه لقينا فعلا إحنا قلنا 85 ده على المستوى الفعلي على المستوى الإجمال لا بالنسبة للذكور الشباب الزكور 2 و7 فمعنى كده أنه فيه اتجاه للتراجع أيضا في مستوى الإنجاب الأحسن بقى أنه لما سألنا الإناس كان المتوسط 2 و4 من 10 فمعنى كده أنه يعني طبعا الستات باعتبارهم هم اللي بيتعبوا في هذه العملية هم عايزين يخلفوا عدد أقل في هذه الحالة لكن معناها أنه فيه اتجاهات إيجابية يجب أن احنا نبني عليها بحيث أن احنا فعلا الدولة في النهاية تخش في مرحلة لتقاط الأنفاس